اشتركوا في القناة هل في قصد إلهي من هذا التشبيه في الجزء الكتابي نعم يريد تطالع معي سفر ملاخي تلاحظ معي الآتي في سفر ملاخي الأصحاح الأول هو سفر ملاخي بصفة عامة يتحدث عن محبة الله للشعب وبغضة وجحود قلب هذا الشعب في الأصحاح الأول يتحدث عن هذا الشعب الذي يعيش في خراب ويعيش في شر ويتكلم يقول لهم في العدد السادس الإبن يكرم أباه والعبد يكرم سيده فإن كنت أبا أنا أبا فأين كرامتي وإن كنت سيدا فأين هيبتي الأصحاح الثاني نلاحظ أن الرب يتحدث إليهم في العدد الثاني إن كنتم لا تسمعون ولا تجعلون في القلب لتعطوا مجدا لإسمي الأصحاح الثالث يتحدث معهم عن عملية السلب سلبتموني يقول الرب يقولون بما سلبناك سلب الرب في العشور والتقدمة في الأصحاح الرابع يأتي وقت لللعن ويأتي وقت للعقاب وفي وسط هذا الكلام يظهر المسيح كشمس البر الساطعة ومن هنا نرى الفكر والقصد الإلهي في الوقت الذي فيه يستحق الإنسان عقابه دينونة الهلاك الأبدي يأتي ربنا يسوع المسيح ليصطع بشمسه العظيمة عالقلب المظلم فيضيقه وعالإنسان الفاشل فيعطيه أمل ورجاء من جديد نعم المسيح يظهر هنا الأمل والرجاء الوحيد لكل بائس ولكل يائس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر